موسيقى 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 المبادرة طيبة. كنت فكر قبل ما كانش عنا مراكس ايوي كنت المرأة تتعنف اما تمشي الدربة ولا ساعة تقعد في الشارع. لكن اللي قلت لانت كافي ولا مش كافي. انا اقول لك مش كافي. خطر فما اللي النوم ديك لغي. فما المرأة المعنفة اللي ما تخرج تقول لاني معنفة حطوني في مركز. تحشم. المحيط انتحر. وفما من دوي الشهائد العليا معنفات. فما دي كادر معنفات. اذوك نقولوا احنا ننديك لغي. نقعدوا في. دوك عنا زوز فئات اني هم تقريبا ننديك لغي. فما اللي ضحايا المجتمع. وكالوسمة الاجتماعية. تحشم باش تقول لاني معنفة اني جيت القولي حد. وفما ايضا اليوم متعليمات اللي عندها وضعية. لغي يمتاحها ما يسمعه. باش تقول لاني انا معنفة جسوين فانباتور. راني محلومة. والزوز. فئات هذو ما ايضا هن. دحايا. 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 عقلية. عقلية. عقلية المجتمع. عقلية المجتمع. لك العنف هذيك. وراوي على على حساب نفسي ترى. ولي عندهم برشة ضغوطات. ولي تولي في حاجة الى اغساء نفسي. للخروج من هكذا ازمة. نمشيوا لك المتوسطات. لك اللي ما عندهم حد. بغي ما. اك اللي يتعنفوا ويخرجوا للشارع. ما يخلي هاش تقعد في الدرجة. تل ما هو عنيف. دونك عملت لهم نزارة مراكز الايواء. انا اقول غي ما هوش كيفي ومذبية او في حاجة الى اه تعديل. هذي المراكز في حاجة الى التعديل. كيفاش. كي انتي تجيك المعنفة هذيك تبالى بخاند غنشارش فترة. وبعد مش ترجع. مش تقعد ابي في مركز الايواء. مهم مش مراكز اللي مش تقعد فيهم مدى الحياة. عم نقولها انتي كوزارة ولا كمسؤول. شنو الحل متاحا بعد ما تخرج مينك توجيت لكل مركز هي. نقولوا احنا باللغة متاعنا بردة وجهة شوية. ما قاعدتش في الشارع هي وصغيراتها. ما ماتتش بجوع. اخذيتوها انشارج معناها ساحتها. دويها. ماكلتها هي وصغيراتها. احليبهم بيبرون تيحهم. جبتو لها اخسائي نفسي خاطر فما اي حاطة نفسية في هذي المراكز. لكن مش يجيين هارو تخرج من المركز. مش يقعد ذاك اللي عنا فيها وراها. انا نحب الاستقلالية متاحة في كل شي مش كان المادية. كي تخرج من هذي المراكز. اللي مش مش تقعد فيهم ابي. فما التمكين الاقتصادي اللي هون قاعدين يخدموا عليه. ايضا حقيقة لهنين الدور الكبير اللي يلعب المجتمع المدني. شفنا وانه مجتمع مدني هو اللي اخذي اللي اينيسياتيف من الول. وافتح الابواب متاعه لمركز ايواء وانصات. انا انا بسيفتي رئيسة الرابطة تونسية الحقوق السياسية والاجتماعية المرأة فرع نابل. اللي احنا رئيستنا في تونس يا مادام اه مادام روذا رزقي. اه شنية الينيسياتيف اللي اخذيناها احنا وقتا في الرابطة اه اربع سنين تالي. اكن النساء دوي الاحتياجات الخاصة المعانفات. تلقاهم اكصم والبك وما تنجمش تعبر. ما تن راني معنفة. اه كنا تعمل نعملولها ابليكاسيان في البرتابل متاحة. اتنجم هي تعبر بها للاك نوميغو بيها اللي عملته وزارة المرأة للتبليغ عن العنف. نفهمولي هي معنفة. قطرقك الصمور بك من اجتجا مش تعبر. اللي اللي دين تخيلها معناها الوضعية قداش اه لاش صحيبة صحيبة برشة صحيبة برشة معانو ما تربيناش ومتعلمناش وانو اه نتخاطبوا مع اه من ذوية ذوية وذوية الععاقة متعلمناش داي. ماناش حاسبينهم عنصر في المجتمع ومعناش وسائل ومعناش إدارة. ماناش موفرين لهم حاجة اللي اللي يبغينو على قد إمكانياتهم موجودة. هي موجودة. احنا اقترحناها في معناها في الرابطة. والتوى ما هيش فيها بالخطر يلزمها إيرادة. يلزمها بتاع المرأة ذيكا. مدام مرادية جربيل. ذيكا تقف معنا احنا شوية معنا باش نحاول انتبقوها. ويلزمها زيدة توعية. ننتوشي الأريف خطرة والمرأة. المرأة المعنفرة مش كن في المدينة. رو في القريف فما نسي معنفة تنون ديك لغي. ما تعرش طلب بحقوقها وتبدأ عندها إعاقة. ماش فيه ماش تعمل. قاعدة تتعنفو كهو. ما دابتم من حيث وحيث الحقيقة الشكل توقتين يجي يشوفوا أنه أصبح الحديث اليوم على تعنيف المرأة وغيره في وسائل الأعلام وفي التوعية وفما مرة أخرى نحيي المجتمع المدني على المجهود الجبار اللي قاعدنا فيه في الجانب هدايا. وصل هل هادا سيبان وصلنا يقول لك هكي سيبان هكي المرأة هكي ما يخذ حقوقها بالقانون المرأة واضعة يش تحبه أكثر من هكي هكي بتحكيه وسلامه هل مازال هنالك اختر اليوم يهدد المرأة. قاعد يتطور رغم اللي الناس تتكلم. يا أخي أخر مرة المرأة اللي قتلها رجلها. أصبح الضارة فمينيسيد ديها فمينيسيد. معناه يعنفوا يقتل. اللي يمشي عليها تقتيل النساء فمينيسيد. واللي يعفاسها بالكره. واللي طلعي لعينيها. تتوتاو ديغنير ما يغم عليها. ما فام. واللي تتوى كنت دفريمان تمشي تشوف دور في الأريف وفي الدقعة الديار. تو تلقى ما أتعس. ونعرض نذكر أن الفمينيسيد أو ظاهرة هذه. أنه جارجون اللي موجودة اليوم في العالم ظاهرة تقتيل النساء. ذكروا أنه حسب الدراسات اللي موجودة الكل. وكباركا في البلدين الكل. أغلبيتهم هذومة اللي هما يكونوا من العائلة. يعني يا الزوج يا البو يا الخو. تقريبا هذا هو. نوتو راجمتاها. نوتو راجمتاها اللي هم ترجط على العائلة اللي هو وراء عملية القتل هذه. معنا مش نحكيو. الظاهرة هذه عندها أسبابها. وقاعدة اليوم تحكي فيها. طيب مش كاملوا معا. مع هذين متعادين موضوع لايقل همية. لأنه اليوم عنا إنساء. مش وحدهم. معنا أتفعلها. عنا أسرة. معنا نحكيو على أسرة كاملة. بدأ تأثير العنف على الأسرة ومنها إلى المجتمع. ومنها تنربطوا أيضا بموضوعنا آخر. عندك طفولة غير متوازنة. طفولة تشوف العنف. طفولة تشرع للعنف. تقول لك بابا أعنف أمي. لذلك أنا نعنف. عادي. نورمال. ماذا يتعدينك؟ نعم. يتعدينه. شو كل المساج اللي عديته لصغارك. أنت يتعنف مرتك. وقال لكيف تقتلها. وقال لكيف تطلع على عينها. معناها إجرام. ستريغراف. إجرام. ستريغراف. مش طلعنا. أحنا مجتمع. مجتمع. بها الطفولة اللي قاعدة. معناها براءة الطفولة نحي تالها. الميز العنف اللي يشوفو فيه في مواقع التواصل الاجتماعي. العنف اللي يشوفو فيه. نقص شوية كماما. نقصنا شوية معاش كمال الفترة اللي فاتت. شنو المساج اللي عدينا لها كذا طفولة. طلعناها طفولة دي زي كي لي بري. طبع مع العنف. وتشوف اللي العنف عادي. بعد اللي قاعدة تشوفو فيه في عيلتها. العنف بأنواعي هي. علش عنا احنا توا. تليم دات بتاع الكوليجا كالمراهقين. اللي رو. الدروغ اللي يدور في المراهقين. رو الشي بنعجب. ايه. ايه. ولكن المعالجة الامنية فقط. تجمش تفوض المشكلة ذي. علماء الاجتماع علش دي ما نقولهم بربي. الكهم الهائل متاع السيدات الاجتماع اللي عنا في تونس. اجتمعوا وشوفونا اين العلا في المجتمع التونسي. والله موجود رو الناس قاعدة تكتب وتبحث. ولكن هل يخضوا بعين اعتبار ولا لا. ما نعرش. واضح وانه انا اريت بعيني. ونعرف اما برشة دير السيد. تخدمت على هذا. ولكن السياسي يتعامل معها ولا لا. هذا مسألة اخرى. مش نحب ناخد فئة اخرى. منها الضحايا العنف. الاسري. ومنها ايضا اللي هما موجودين وموجودين بكثرة. ثلاث تقريبا الاطفال اللي عنا في تونس اليوم اللي هما ضحايا. او عندهم صعوبات التعلم. ثلاث التلاميذ. ثلاث تلاميذة في تونس اليوم اللي عندهم صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هذي. ومنين يأتي. كيفية نتعامل معها؟ كيفية نتعامل معها؟ كيفية نتشخصها بلوتوف؟ تشخيص. المهم هو التشخيص. من الذي هو شخص؟ لانه اليوم الشي كله كان. بعد موقع ربط الحلوء. قبل هذه الكلها بش نعطيك الصورة كيفية. انا توا عندي ولدي. لازم نعم ونعم. نهزل للروض. نهزل تحذيري. وبعد نقيده في المددس. وبعد كيفية جي تقول لي ولدك عنده صعوبات التعلم. الولي غير قادر يفهم هذي. وقتينش ما رح نتعامل تشخيصتي. كل انكار متاع الولي هو روزي يعمق الهو. اولا يجبنا نفرق بين استرابات التعلم وصعوبات التعلم. استرابات هي حاجة كونجينيتال. منذ الولادة تبدأ عنده. يقولوا احنا استراب طيف بالتوحد. بالنسبة للصعوبات يكتسبوها. بعد كيفية وفورته. التشخيص كيفية يكون. التشخيص يكون عبر الطب المدرسي للتلمد. الطب كيموكين جيوه نقيده صغيرات ناسة تسليم. شو تقولوا يقرأوا مفاما يون فيزيت ميديكال. الطب المدرسي هو يجب يكون فيه كفاءات. ويكون معه بسيكولوج سكولير. باش يشخصنا التلميذ عنده صعوبة متاع التعلم. من بعد نمشي يقولوا مش يدخل يقرأ. يجب يكون معلم متكون في الحكايات هذية. لماذا؟ خطرتينيه احنا تشخيص هو مش مقاربة الحلول. رو المعلم ما عندوش عصا صحرية كون تلميذ عندو صعوبة القراءة. يردوا ما عندو صعوبة القراءة. لكن الفخين نم بما كصعوبة. باش نتفادوا الانقطاع المبكر عن الدراسة. كيفاش باش نقضوهم انشارج ادوما. يساجي دان خفايا ديكيب. عمل ضمن فريق. التب المدرسي المربي والولي. جو دي بيان الولي. الولي يزمو ساعة يكون كنونكو. اللي ولدو عندو صعوبة في التعلم. صعوبة القراءة. صعوبة الحساب. البيغ اكتيفيته. انت شاتوت الذيني رو فاما برشة انواع. هي اصلا صعوبة القراءة فقها برشة انواع. علش نأكد على تكوين المعلمين. اخذناهم انشارج. اليكيب هذي يمشتخدم مع هالتلميذ هذي. اولا للاجمان. لا يوجد مطالب باش تقريه كل شي. مثلا في الرياضيات. فما حويج مخو ما يستوى بعبو مش. نجمو ونحيوه. نجمو اللاجنته. ايه ما يقطعش يقول لك المربي له. نقول لك المربي. أنا اليوم عندي عشرين ولا ثلاثين تلميذ قدام. وعندي فيهم زوز اللي عندهم اضطرابات وصعبات تعالو. ميكيش تعمل معا هنا. مش تعمل معا عندك. المرافق المدرسي. عليش المرافق المدرسي. يزيم هالدولة ولي تخلصه خطر يتكلف غالي على الولي. والمرافق المدرسي عنده مهمته. راهو ما هو مش يكتبله ويقريه. بش يعاونه. بش يساعده. فما موساعده راهو يجمو يكون متكون. يعملو فورماسيون للمرافق المدرسي. وياخو فيها شهادة. ويجمو يجمو يعرف المهام متاعه. بش ميقع شكل الانغروناج بينه وبين المربي. هذه الساعات المربي. يكون في وسط القسم. بش يعاون المعلم. مش يعاون المعلم خطر السغيل عنده إيبر اكتفيته يجبك تريدو. بش مسار الدرس يكون طبيعي. تريدو شكون يريدو. اكل مرافق المدرسي. بش تريدو زيد. يجب ان تتخذي. يجب ان تتخذي. تضعوا بحضرك ويجب ان تتخذي. ويجب ان تتخذي. في الامتحان. في التقييم. في التمارين التطبيقية. يجب ان تتخذي في الوقت. يجب ان تتخذي. وي. والحقيقة انت تتكلم. انه ممكن. رجع بي شوية الزمن. كانت. وش اقولها. نقولها بالناس اللي اسمع فيني. اللي عنده ولدي مثلا عنده فرد في الحركة. اللي غيره. ما هيش مشكلة. بالعكس. ما هيش مرادة سيباين ملادي. ما هيش ملادي. ايضا. ايضا. انا شخصيا كان قبل الملاحظة. اللي كانت الجيني في الكرن. تلميذ مثلا ذاكي ولا ممتد. ينقصوا والتركيز. ديما كان ينقصوا والتركيز. ولا مشاغف. مقصوا والتركيز. وانا منيش فيه مش معناها. وديما يكلموا مثلا. ديما عندك استدعاء والية ذاك. ديما موجود في المراحلة التربوية تايا الكل. استدعاء والي. ليش بش يقولولك. ولدك ما يركحش في القصوة. انا ضد هالكلمة ديك. وبعدي شي تصير لك. ليهما وقتها ما التشخيص مشكلة. التشخيص مشكلة. وصلت الى مرحلة العم فراوة. خاطر فما نتفكر. استاء مربي. فاضل يا ربي فاضل. ويقول لي اركح. وانا يقول له ما. معناه ما عمل شي. معناه شوه لي ماشا وانا في عمري. نتاوي نقض متفكرها. يقول لي ما عمل شي. يقول لي كيفيش ما عمل شي. يقول لي متحركش. يقول لي كيفيش ما تحركتش. كليت التريحة. بالقاهرة ماختها منها بش يقوليش عمل. لكن المهم كانت لي. معناه قعدت لي غصة في قلبي. معناه لي انه انا بالحق. لا المعلم في وقتها حسيته. ارحمني. والعقاب البدني بيدو ايهانا. وزيد عقاب بدني ثم عقاب العائلة. بعد لانه العائلة. ما تقول كيفيش. المعلم قال. المعلم قال. وهون الى هنا. يظل المسألة تتعلق. بالتكوين. كيف ما قلنا. التكوين المربي. ولازم تكون هناك. مراكز اختصاص في هدايا. الاستيعاب. التقاط هدايا. عكا ولا لا مدان. هي مش الاستيعاب فقط. استيعاب وتأثير. التأثير. وتكوين. وزيدة. كما. كما. كما الحصص. دو تغبي. للولي. وللتلميث. خاطر الولي. حتى ولو ما عاش ينكر. اللي ولده عنده صعوبة. ولا اضطراب. هو في حاجة. تغبي. بوغلو كلمي. وباش تخليه. يقتنع بها. كذا واقع. وباش تحط. معناه تحلو الأفاق. تقول له. راه ولدك ما هوش. مشي ذي. راهي الدولة ما خذتو ان شارج. رو ما ما تخافش من الانقطاع المبكر عن الدراسة. وما تخافش من أطفال الشارع. خاطر اللي مش يخرج من الدراسة. أنا احنا رو في الشوارع. ما هو قليل اللي تقول لي يمشي للمركز تكوين. لا لا. لا بالأرقام مبعد برش على بعضه. واني سيدة نيلة. أنا بش جي معك لنقطة أخرى مهمة. ذي الجانب التكوين كي ما قلنا للمربي وغيره. بعض التلميذ. هوني في مثل كي ما للمراكز. هاو كفا ما نيسيت يبايا عمتها الوزارة في ماذا في. التلميذ. والولي. الولي. هوني. شفت أهمية الولي هوني. بالضبط الولي اللي اسمع فينا اليوم. لانه اليوم كيف نقوله ثلث. معناها اذا انتي في تاكسي توا وتسمع فينا. وفما راكبين ثلاثة. واحد منكم رأوا فما عنده في العائلة أقل شي. في حاجة إلى متابعة ولدي. في حاجة إلى متابعة. بالالترابات وصعوبات التعالي. صعوبات بلوتو. طيب. اه. الولي اليوم شو قولك شو نجم نعمل انا. وشنو أهمية الوجود. ما ربي معاه واني نتلهاب روح يعني بش مش نخدم على روح. او شنو قوله انا شنو ينجم يعمل. او علش هو عنصر فعال في الفريق هذا. خطر انا كم مربي مني بديت حساس الدعم والعلاج. كونسوليداتيون او غميدياتيون او الالاف. اه. اشكون بش يكمل العمل المتاعي في المنزل. خطر مش يخدم في الدار التلميذ. دونك. الولي يزم يعرف والدو اشنو ما التمرين اللي بش يخدمهم. يفو بيان سيبلي. راهو مش مش تحطو في اتود عند معلم اللي جي. لا. خطر والدك عندو صعوبة ماء. يزم اما معلم متكون ولا انا كمربي في القسم ناخده انشارج حتى في الدار. نعتيك المتبوعات وانتي تعاون ولدك في الدار. دونك. يفو بيان سيبلي العمل المنزلي لي هكذا في امينة التلميذ. خطرك العمل المنزلي وتكميل للعمل المتاعي انا في القسم. ها وشنو داور الولي. هوني ذولي خدمة كبيرة دي عمل متاع مجموعة دي. شو. فما تمرين مش يخدمه تقعد معا ولدك عالتاول مفيش تقعب. مش تقعد معا ولدك عالتاول المربية مطبوعة متاعه. تمرين لول الثاني والثالث تتحو تعملوا غبور خط. هوني بزوان دون غبور. يكمل عمل متاعه. اعطيتو انا مش يحفظ ثلاثة ابيات محفوظات فقط. ما نكثرش عليه مش لازم يحفظ اك الشعر كامل. انا معاه انراقبوا الحفظ متاعه والنطق الجيد. وكا وين اللي وين التعبون. فمش تحب. ما نشجي في صغار. ما قالوا مشاورتو مش انتي كيجيبتو ميدولي. وليه فهم حاجات اللي تتعدى في الأديان. تعديها لصغارنا زادا. اه الاخلاق. في قيم الاخلاقية رووا في ديتنا رووا. وحتى المشاكل حتى اللي تروب اللي نعديهم زادا لصغارنا. طيب اللي انتوا بش نحاولوا نلخص نلخص الأمور. خاصة هوني على اضطرابات التعالي مسايدة نيلة. اضطرابات وصعوبات. الصعوبات سي بلوتو. خاطر سي لزاليف كي سونون كلاس. اه الاضطرابات مثلا عندك اضطراب طي في التواحد الخفيف. فما دمج مدرسي. وهم زادا في حاجة اللي كونا نحكيو فيه. طوا على الصعوبات. هما يتبق عليهم رووا. زادة في الوقت. للاجمان دي بروغرام. امتحان كيف كيف اللي جيره. ومش لازم تعطيهم كل امتحان اللي يعطي طول الناس الكل. وزيدون في الوقت. برس كي سون ام بلون اوسي. واضح. امتحان اللي يعطيهم صورة اخرى. للطب النفسي. يسجدوا علم نفس الطفل. علم نفس الطفل وغير. وذي ردوا بالكم روا. موش معنا خطر. هذه عقلية موجودة. شي قولك ليلة. شبي سمال انا والدي. مهبولة هو بيش نزو هكا. اينا من حب ذا بيهم ينحيوا عليك العقلية بتاعك. نستعارو بالبسيكولوج وبيدو بسيكات. خراو ما نستعاروش بيهم. هما يعاونوك. يخرجوك. يردوك تحب الحياة. هما يصال الحولك للموضيفين تاعك. اذا فهم تشخيص. لازم ندخل في مرحلة بتاع بحث. وانو نتعامل واتواصل مع المؤسسة التربوية. ولازم نوصح بيننا مع بعضنا. ونخدم مع بعضنا. داخل المدرسة وخرجي مع بعضنا. فما علاقة تكون باية جيدة بين المربي والتلميذ. بين الأسرة التربوية والولي. هدو ما مش نولي وعايلة روما مع بعضنا. مش لازم نتعاركو نعديوه لبعضنا. ونعاونوه بعدنا. هذا هو. في المسلحة التلميذ خاطر التلميذ. إن فوا شافكم تعاركتو سييلي بلوكي. ما عاشي تصلح روه. هذا هو. هذا هو اللي أنه مربوط ببعضه بين العنف. اللي يتصلط على المرأة والطفل. العنف الأسري اللي هو يعدي. مع أنه إذا. هذا اللي يعطينا نتائج تلبية. في السؤولوك متع الطفل. ويا خيبة المسحة. أبطيلي تكون هناك إثرابات في التعلم. مع العنف اللي موجود. هذا ما نجموش نلقاه. مجتلى مجتمع. لا طفل متوازن. ونقعدو هكاكا نعانيوه فيما بعد. نشكر كبير شعلي. هذا موضوع مهم. وموضوع. مجموش يقعد فقط نخبة وليكس. وهذا يزاد مسؤوليتنا. احنا في وسائل العالم. مع المجتمع المدني. مع الكل. لازمنا نحكيه في مثل هذه الموادية. ديما ومدار تحسيسية. إلى أن تصبح. معناها ثقافة وطنية. وتصبح رياضة وطنية. مش في مسائل أخرى. شكرا لنا على كل ما فاتنا بي. سيدنا العميرة بارك الله فيك. شكرا السيدالين. نتلقى إن شاء الله. غدوة الحديث باي باي.